اعلنت وزارة الصناعة والتجارة اطلاق المبادرة الوطنية التشجيعية للقطاع التجاري بنسختها الثالثة ضمن احتفالة موسم اعياد البحرين الفين واربعة وعشرين وفي هذا الصدد اكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة ان مبادرة التشجيعية للقطاع التجاري بنسختها الثالثة تأتي بهدف اعفاء القطاع التجاري من رسوم الحاملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية بالاسواق المحلية والمجمعات التجارية في مملكة البحرين لافتا الى ان المبادرة ساهمت ولعبت دورا حيويا في تعزيز الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد الوطني بالمملكة كما اكد سعادتهم وصلة تعزيز التعاون والشاركة مع القطاع التجاري لجعل الاسواق المحلية والمجمعات التجارية مقصدا تنفسيا لجميع المستهلكين مشيدا بالجهود الملحوظة للقطاع التجاري في الارتقاء بافضل التجارب في مجال الحاملات التسويقية وحماية المستهلكين على مدار العام بصورة عامة وفي موسم احتفالة مملكة البحرين بصورة خاصة وذلك تحقيقا لهدف الارتقاء بالاسواق المحلية والمجمعات التجارية لتكون مؤهلة وجاذبة بشكل اكبر للمواطنين والوافدين والسيح اشتركوا في القناة